بالنسبة لي الأستاذة أسماء اللي زوجها توفاه الله وبعدين عندها ثلاث أطفال أكبر واحد ستاشر سنة وهو كان عنده عربية هي حد بيعها وتعملها شهادة هل إنها تعيش من فلوس الشهادة هل في ده يعني حرمة أول حاجة بس بأكد عليها يا صاحبة السؤال أستاذة أسماء ربنا يبارك فيك ويصبرك ويغفر له ويرحمه وتجاوز عن سيئاته اللهم أمين يا رب العالمين ويعينك على ما أقامك فيه ويسر عليك الأحوال لكن نذكر بأن كل شيء يسيب المتوفى تريكة للجميع أنت هتعملي هذا التصرف المهم أن نجنب حق كل دي حق من الورسة أما بالنسبة لعمل الشهادة لو ده العربية دي كانت باسمك فخلاص الأمر بين إيديك لكن لو اللي تركوا ده باسم الزوج يبقى ده تريكة من الحاجات اللي سابها المتوفى يبقى لازم تكون بموافقة جميع الورسة وبالنسبة بقى لعمل البنك إن هو أنت أو إن أنا ببقى قائمة يعني أنا هعمل هذا العمل مع إن أنا تدوين أو إثبات إن العربية دي ملك فيبقى حق ابني كذا وحق ابني كذا لابد من تجنيب الحقوق صاحبة السؤال بالنسبة لعمل شهادة في البنك إحنا قلنا قبل كده إنه الأمر ده جائز وده من باب التمويل والاستثمار وليس الإقراض من باب التمويل والاستثمار ولا شيء فيه إن أحط فلوسي وإنها تشتغل وإن أنا عجلة الاقتصاد تنتفع وأنا كمان كمواطن أنتفع في مكان آمن ما يبقاش فيه إشكالية إن حد ينصب علي وياخد الفلوس وما شابه هذه التصرفات اللي بنشوفها